السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكل مشاهدين الكرام من هنا العاصمة القطرية الدوحة حيث بدأ العد العكسي للمبارة المهمة اللي غد يخوضها المنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب الإسباني بتدورتمون النهائي لحديث بشوارع العاصمة القطرية الدوحة إلا على التذاكر والجماهير المغربية التي تبحث عن التذاكر من أجل الدخول ومساندة المنتخب الوطني المغربي الآن نتواجد إلى جانب المقر الذي يتواجد فيه الاتحاد الدولي والجماهير المغربية التي تأتي من أجل محاولة قسيناء بعض التذاكر عندي معيات بزاف ديال الجماهير اللي كذلك يعني تقريبا يومين وكاديوك أتبحث على التذاكر لننخذوا ارتسامات ديالها في البداية كنشوف بنا الجماهير تبحث عن التذاكر شو ممكن الصعوبات للقيجون وإحنا بسم الله مرحب وإحنا بيتين هنا يحضر المركز ديال بيع التذاكر وللأسف كيقول لنا ما كينوالو وهو أصلا ما كان ما تحتطوه ما تحتطو تشي تذكير في البيع من الأساس ديالها وحتى ذلك في السوق السوداء كنتلقوا الناس أنهم واخدين تذاكر بألف درهم وكيبيعون بما يفوق عشر ألف درهم وهذا شيء يقدر يأتر زعم بشكل سلبي على المنتخب الوطني حيث ما غديش يكونوا بزاف ديالجماهير يعني مغربية وهي غدي تساند المنتخب بحل المنتخب بحل كيف ما يدير الجمهور المغربي نعم نقدر آخر كيف جيتوا قيتوا التذاكر ملقيتوهم شو أمور اللي قيتوا شو صعوبات اللي قيتوا الصعوبات اللي قينا هي تذاكر طرحات سكندن نهار اللي اللي نخدوها وخدوها الهينديو بأجنسيات أخرى ملقينا التذاكر قينا جوج وقين الإخوان معنا ما عندهم التذاكر وجايين مسافات بعيدة وقالسين هنا ومخلصين لزلطين ومخلصين كل شيء تصور كندوروك يقول لك تذاكر عشرالاف درهم مغربية بزاف كندن كيلي ما عندهم شاد القيمات حنا اخذيناهم واخذيناهم بتامن غالي ولكن الغالب الله على الوطن معنا ما عندنا من ديره نقطة سلبي الله يجازك بخير هي أنه كندن الأمور الإخوان دينا العرب والإخوان دينا خالجيين عجباتهم من أجواء وذك الحامس اللي كدي الجمهور المغربي واقتنوا التذاكر أنا تلقي تليبي هنا البارح عنده ثلاثة ديال التذاكر عيس نرغب في بعنا ذلك ثلاثة التذاكر قال أنا بغي أن نخل نشوف الفرجة قطوا ذاك الفرجة شكولك يصنعها ذاك الجمهور المغربي لما تخلج ذاك الجمهور المغربي فين عطل قائد الفرجة هادية دونك سكم تعاونونا في التذاكر نخدو حنا بعد التذاكر اللي بقى ذاك ساعد خلو فيهم الأشيقاء العرب يصبروا معنا فيها وكان دون الجام حتى الموقع للتحاد الدولي هناك الجماهير اللي دخلت ولكن ملقاش تذكيرها واش مكنش يعني التأخر على المستوى قتنا التذاكر بسم الله الرحمن الرحيم احنا من بعد المواجد ديال الكندا والمغرب وتهالون المغرب لدور 16 ادخلنا الموقع ديال فيفا ولكن تعتك دائما انتظار دائما انتظار ما كانت تتذكرة تبقى عشرات سويا احنا تنصار وتعال الخمسة الصباح باش نختني التذاكر وفي الأخر تأتي لك الموقع نافذ التذاكر في الوقت اللي هناك جماهير كذلك تمكنت من اختناء التذاكر ولو انه بمبلغ كبيرة خديتوا التذكيرات ديال المباراة انا عندي تذكيرات ديالي لانا كنت خديتها من الموقع ديال فيفا قبل لانا كنت في 2018 في كأس العالم 2018 ومبغيتش تعود لنفس المشكل فشتريت التذكيرات ديالي ولكن ما كنتش خديت التذكيرات لالابن ديالي فمن يجيت ان اخد التذكيرات لالابن ديالي باش نشجوع المغرب لقيت بان واحد الاسمان ماشي حقيقيا يعني ماشي مفيتا لالتمن ديالها واللي ضرني شوية انا اخوان سمعتهم قاعد الشي اللي قالوا هذا هو الواقع وهذا هو اللي كان انه كان في بعض واحد الناس كيستغلوا هذا المشكل ديالنا ديال التذكير فكيلبسوا تيشورتات مغربية وكيمشوا عند الاجانب اللي هما خلاص ما متأهلوش وعندهم تذكير كانوا اقتنوها بطريقة القانونية وكي يجيو يبيعوهم وهدوك الناس كي يجيو يشتريوا منهم منهم وكي يضطروا انه يبيعوهم في السوق السوداء وهذا الاسعار ديالهم الان الان داب الاسعار اخديتهم من البرمير سورس 700 دولار اخديتهم دوزيام سورس 800 دولار ايلا كنتي بعيد وساكل فلوطيل ديالك 1000 دولار اه ما شي معقول هذا الشي هناك جماهير اللي كذلك تمكنت بأنهم اقتنع تذكير مو بكيرا اليوم يعني الوشكي بلك بأنهم جمهور كتير لما تمكنش أنه يأخذ تذكيرا ايه السلام عليكم كين جمهور كثير اللي ما اللي ما توفقش يأخذ تذكيرا احنا داب عشرة بينا ما ما لقيناش تذكيرا تاب في المارش الول ديال الكان هذا مع المغرب اخدينات قريبا 10 الالف درهم لبي احنا عشرة الناس دابا ما كينش ما كينش كي يقول لك سير السوق السوداء سير سوق واقف اللي بغايت يتأخذ تذكيرا سير سوق واقف كين تمال هنود ولا جو سيباش حال كين ديال ديال العباطلال نذكر بانه الالتحاد الدوري وكذلك اللجنة المنظمة هناك محاربة يعني الانه يتم تبيع التذاكر في السوق السوداء وبالتالي فانتبه انه يكون هناك حل بسبب الجماهي المغربية لانه كثيرة اللي بغايت انه تكون حاضر ان شاء الله في المباراة من اجل مساندة المنتخب الوطني المغربي والجماهي الكذلك اللي يجت من المغرب لانه رحلت كثيرة الوصول هنا العاصمة القطرية حانتب انه يكون هناك حل حتى انه الجمهور يكون ان شاء الله حاضر ومساندة المنتخب الوطني المغربي من اجل التأهل لما لا ان شاء الله للدور الربعنائي من نهائيات كأس العالمة ان شاء الله ان شاء الله المغرب